في العراق المسيحيون أصلاء وشهداء متهدون ومهجرون كتاب جديد يبصر النور للباحث والمؤلف المونسانيور بيوس قاشا خوري كنيسة مار يوسف للسوريان الكاتوليك في بغداد والنائب الأسقفي العام لأبرشية بغداد للسوريان الكاتوليك كاميرا تيللومير ونورسات أجرت حواراً مع المونسانيور بيوس قاشا خلال مشاركته في ولادة الاتحاد الأعلام المسيحي في لبنان تحدث فيه عن أهمية الكتاب قائلاً يتكلم الكتاب عن المسيحية في العراق منذ نشأتها وعن معنى النصرانية والأبيونية وعن وجود المسيحيين في أيام الرسول وفي أيام الخلفاء والدولة الأموية والعباسية وحتى الدولة العثمانية ثم الكتاب يتكلم عن وضع المسيحيين مع داعش حتى عام 2016 كيف أعطوا هؤلاء الشهداء كيف داعش كسر كل شيء أنزل السلبان من على قبب الكنائس وترد الشعب من مدنه وقرى تكلمت بصراحة وباختصار أيضاً وبحقيقة وجودية في هذا الكتاب وأوضح المنصنية الآشى أن صفحة أهداء الكتاب تحمل عربون وفاء لدماء الضحايا والشهداء الأبرياء الذين علمونا أن الحياة بعطائها وليس برحيلها الذين رسموا لنا حب الوطن في مسيرة الإيمان الذين صبغوا مسيرة حياتنا بوسم لا يمحوه الزمن وعن مقدمة الكتاب أردفة فهذا الكتاب يتضمن وفيه صور أيضاً واضحة وجداول خاصة بمرور المسيحيين عبر الأزمات وأيضاً يتكلم فصل عن الطوائف المسيحية وإعدادها ومن يرأس هذه الطوائف وكيف هو الحال لهذه الطوائف بعد مجلس الطوائف العراقي أو الكنسي أو المسيحي فالكتاب شامل وأرجو من الجميع أن يقرأوا ما فيه من معلومات كي نحكي تاريخ مسيحيتنا لأبنائنا وأجيالنا وختم حديثه بالقول إن عودتنا هي رسالة سامية نحملها لأجيالنا فأرضنا هي أرض مقدسة وواجبنا يقتضي بحمايتها وليس بتركها والرحيل عنها ولنعلن أمام الملأ إننا كنا وسنبقى بعون المسيح الحي الذي قال لا تخافوا ها أنا معكم حتى انقضاء الدهر ترجمة نانسي قنقر